تواجد في قسم العناية المركزة في مستشفى غزة الأوروبي هذا المشفى الذي ظل صابداً طيلة الشهر الماضي وهو يستقبل الإصابات ويستقبل أيضاً الحالات الحرجة التي هي بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق مختلفة من قطاع غزة في خلفية الصورة تتواجد هذه الحالات تحت الرعاية الطبية المكثفة ويتواجد هذا المشفى إلى الشرق من مدينة خانيونس حيث يتواجد بين المنطقة الفاصلة بين رفح جنوب قطاع غزة وأيضاً خانيونس جنوب قطاع غزة حيث خصص هذا المشفى لاستقبال الحالات المرضية في الأوقات الطبيعية لكن اليوم هذا المشفى أصبح يعج بالنازحين إضافة إلى هذه الأسرة التي انتلأت لفعل الإصابات الحرجة التي حولت إلى هذا المشفى وللتعرف أكثر على الوضع الطبي هنا في هذا المشفى نستضيف الدكتور يوسف العقاد مدير مستشفى غزة بداية كيف تبدو الحالة الطبية وأوضاع الإصابات في مشفى غزة كما ترون الأسرة ممتلئة عن آخرها نحن الآن نقف في قسم العناء المركزة وهو كما ترون ممتلئ عن آخره ممتلئ بالحالات سواء كانت الحالات من الأطفال والنساء كما ترون الآن ها هنا نحن هذا الطفل وصل إلى المستشفى بعد قصف منزله يعاني من إصابة خطيرة جدا في الرأس وكذلك في العين هناك تمزق شديد في العين وإصابات في جميع الجسم هنا نساء على الطرف الآخر في بداية الأزمة اضطررنا إلى زيادة عدد أسرة العناء المركزة من 12 سرير إلى 54 سرير الآن بسبب نقص الوقود اضطررنا إلى تقليص أقسام العناء المركزة وتم إغلاق قسمي من أقسام العناء المركزة ليتقلص عدد الأسرة وذلك للحفاظ على ما تبقى من كميات وقود وهي كميات قليلة جدا لنتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات الضرورية والخدمات الأساسية لعشرات بل مئات الجرحى الذين يصلون إلى المستشفى فإن لم يتم إمداد مستشفى غزة الأوروبي بالكميات المطلوبة من الوقود فإننا سنكون مضطرين على تقليص الأقسام أكثر فأكثر إلا لا قدر الله نصل إلى الحد الذي تنهار المستشفى بشكل كامل ونصبه غير قادرين على تقديم الخدمات الأساسية للجرحى الذين لازلوا يصلون إلى المستشفى بالعشرات هناك بعض الأقسام فتحت للمشافي الأخرى في مدينة غزة داخل هذا المشفى إلى أي دلالة يأخذنا هذا الإعلان بفتح بعض المشافي داخل مستشفى غزة الأوروبي نعم هذا يدل على حجم الإصابات الكثيرة التي قدرت بالمئات التي لم تستطع باقي المستشفى من استيعابها هذه الحالات التي تنتظر السماح لهم بالصفر للعلاج بالخارج وتحديدا إلى جمهورية مصر العربية لكن هذه الحالات تظل تصارع الوقت ويصارع هذا الطاقم الطبي الذي لا يتوقف لدقيقة واحدة عن محاولة إنقاذ هذه العائلات وهذه الحالات التي تصل إلى هذا المشفى لعلّا أن يكون العلاج هو حليفهم في ظل الظروف التي يمر بها تمر بها المنظومة الصحية في قطاع غزة نتيجة القصف ونتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة لقناتي العربية والحدث محمد عواض من مستشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة فلسطين